في الوقت الذي ما تزال فيه أغلب المدارس في محافظة أبيان مغلغة أبوابها أمام الطلاب نتيجة الإضراب الذي أعلنه المعلمون للمطالبات بزيادة مرتباتهم دشنت مدرسة أبناء الفلاحين في منطقة الكود العام الدراسي الجديد كأول مدرسة ابتدائية تفتح أبوابها أمام الطلاب هذا العام طبعاً مدرسة أبناء الفلاحين تنشاه في 5 فبراير 2017 نتيجة لبعض الظروف التي كان يمر بها الطلاب في منطقات القرنعة والوادي والنش كانوا يتعرضوا لعديد من الحوادث عن ذهابهم إلى المدرسة والمدرسة بين منطقتهم مسافة يعني في حدود 2 كيلو أكثر من 300 طالب وطالبة موزعين على أربعة فصول في المدرسة التي تم إنشاؤها بهدف استيعاب أطفال القرى المحيطة بمنطقة الكود بالإضافة إلى أطفال النازحين الذين بلغ عددهم قرابة 150 طالباً وطالبة عدد الطلاب والطالبة لداخل المدرسة أبناء الفلاحين تقاوزها 300 لكن المشترى الكبرى التي يعاني منها هي النازحين النازحين يعني أننا وقعنا في مكان وسط بين ثلاث قرى كلها نازحين فهل حد الآن يعاني من النازحين بشكل كبير جداً أول حاجة عدد النازحين اللي يصرون الآن يمكن بيها 135 نازح بالضافة إلى ذلك كل يوم من استقبل 5-6 نازحين 5-6 نازحين اليومين إلى اليوم وساعة هذا على الرغم مما يبدو عليه الشكل الخارجي للمدرسة وعدم وجود فصول مناسبة إلا أنها مثلت لأطفال القرى والنازحين مكاناً مناسباً يتيح لهم فرصة التعليم خصوصاً وإن المعلمين في هذه المدرسة يعملون بشكل طوعي إسهاماً منهم في تعزيز دور المدرسة الريفية يحاول المعلمون والطلاب تجاوز التحديات التي تواجه استمرارية العمل في المدرسة بعد مرور عامين على تأسيسها حتى في ظل غياب دور مكتب التربية والتعليم وعدم اهتمامه بهذه المنشأة التعليمية التي وفرت مقاعد دراسية لمئات الأطفال من الأسر الفقيرة لطف إبراهيم قناة بلقيس أهتمامه بهذه المنشأة التعليمي ترجمة نانسي قنقر